عبدالقادر إذن ما أخبار ومعلومات الجبهة الداخلية حتى الآن وكذلك فيما يخص الخبر الذي انشرته واشنطن بوست حول أن نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة بأن إسرائيل ستضرب فقط أهداف عسكرية تتجنب الأهداف النووية والمشاءات النفطية ما صدى ذلك في الداخل الإسرائيلي أو في الإعلام حتى؟ هل له صدى؟ صحيح سرمد لنبدأ ميدانيا من الجبهة الداخلية نتحدث عن مرتين دوت فيهما صفارات الإنذار على الجبهة الشمالية الأولى كانت في مارجليوت وهي البلدة المقابلة في لبنان لمركبة وحولة خلال اليوم تطرق حزب الله خلال بيانات ما بعد منتصف الليل إلى وجود محاولات توغل إسرائيلية تحديدا من مركبة بالتالي الجهة المقابلة لمركبة استهدفت بقذائف المدفعية أو برشقات صاروخية لا نستطيع أن نحدد ذلك ولكن دوت فيها صفارات الإنذار ما يدل على وجود استهدافات للتجمعات الموجودة في تلك المنطقة والتي يبدو أن منها تنطلق محاولات للتوغل إسرائيليا بعد صفارات الإنذار في مارجليوت بفترة زمنية قصيرة بضعة دقائق دوت أيضا فيشتولة وهي مقابلة لعيت الشعب وراميا أيضا راميا كانت وعيت الشعب كلاهما كانت خلال الأيام الماضية محورا لمحاولات توغل عدة أشير إليها في بيانات حزب الله بالتالي أيضا في تلك المنطقة تضرب وتحاول ويحاول حزب الله أن يستهدف التجمعات والتحشدات التابعة للجيش الإسرائيلي لما دون ذلك نتحدث عن بعض رشقات قدائف الهاون والمدفعية التي قد تكون انطلقت من جنوبي لبنان نحو مناطق مختلفة حدودية دون أن تدوي صفارات الإنذار ولكن فعليا نتحدث عن مرتين فقط دوت فيهما صفارات الإنذار هذا عدد أقل من الأيام السابقة إذا ما قرنا خلال يوم أمس أو أول أمس كانت الأعداد في ساعات منتصف الليل نحو المواقع الحدودية أكثر كثافة من هذا العدد لكن هذا لا يدل فعليا على تراجع الهجمات النارية إنما قد تكون تغير في التكتيك الذي تستهدف فيه القوات الموجودة في مناطق حدودية فيما يخص الجانب الآخر من السؤال والمتعلق بالخبر الذي أوردته واشنطن بوست نقلا عن مصدرين مطلعين يشير إلى طمأنة إسرائيلية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين تنياهو للإدارة الأمريكية بأن المنشآت النووية أولا والمنشآت النفطية بصورة ثانية هي خارج إطار حسابات الرد الإسرائيلي في مقابل تأكيد على أن الرد سيقتصر على المنشآت العسكرية دون أدنى شك هذا يلقى اهتمام كبير ولو أن التقرير جاء في وقت متأخر ولكن جاء في أعقاب مشاورات أمنية إسرائيلية قادها رئيس الوزراء